السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله واهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد النهاردة حيكون معنا الحل النهائي لمشكلة الفلاشة او الممري النهاردة فيه فلاشات كتير جدا بتبوز مننا وبنحاول ببرامج كتير اننا نعمل لها فورمات ممنعرفش فالنهاردة فيه فكرة جميلة جدا نجحت معايا في اكتر من فلاشة واكتر من كارت ممري فيلا بينا على طول نبدأ الشرح ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة واتفعلوا زرار الجرس يلا بينا اهلا بكم معنا النهاردة مرة تانية والنهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نصلح الفلاشة او كارت الممري بطريقة سهلة جدا بيكون عندك فلاشات او كارت ممري ما بيقبلوش الفورمات فالنهاردة فيه فكرة بسيطة كده من خلالها هتقدر تعمل فورمات لأي فلاشة او كارت ممري وترجعه يشتغل تاني طيب احنا هنجرب مع بعض كده من البداية حضراتكم شايفين لو جيت اعمل فورمات هنا الكارت الممري او الفلاشة اللي ركبة مش هتقبل فورمات طيب الحل ايه تعالوا نشوف بس الاول شكل الكارت الممري او الفلاش زي ما حضراتكم شايفين هو الاي زي ما حضراتكم شايفين كده مش ظاهر اي حاجة لو دغط عليه بيطلب فورمات وبحاول افورمات اكتر من مرة مش بيقبل فورمات طيب الحل ايه الحل فيه برنامج ريفيوز اللي قدام حضراتكم ده طيب ايه اللي انا هعمله بوصل الفلاشة اهم حاجة تكون ظهرة بالشكل ده بعد كده بروح على البرنامج وابدأ افتحه اول حاجة هنعملها هنبدأ نروح على كلمة سلكت كده لو عندك نسخة ويندوز يبقى الموضوع تحل طيب لو مش عندك نسخة ويندوز هنبدأ نرجع لورا كده علشان نسهل الناس وحنبدأ نعمل نيو تيكست تمام زي ده كده بص اللي هنعمله هنبدأ نروح على نسخة ويندوز هنروح مع بعض كده نسخة ويندوز هنلاقي اخرها هنعمل نيم كده طيب لو مش عندك نسخة ويندوز خدت تلات حروف دول هناخدهم كوبي كده وحنبدأ نروح على ملف التكست طيب هنعمل نيم هنشيل كلمة تكست ونحط اخر تلات حروف تمام ونضغط اوكي ويس تمام اصبحت بالشكل ده كده تمام ده اللي يهمنا في القصة دي كلها بعد كده هروح على كلمة سلكت وابدأ اروح على الديسك توب واختار ملف النيو تكست اللي انا عملته وغيرت شكله انه يكون الامتداد بتاعه ISO الفكرة ايه من ان انا خلي الامتداد بتاعه ISO البرنامج ده شغلته انه يحرق نسخة الويندوز على الفلاش يعني يسبت لك نسخة الويندوز على الفلاشة علشان تنزلها على الكمبيوتر طيب انا طبعا عايز اعمل فورمات للممر اللي معايا اللي فيه مشكلة طيب من الطبيعي بقى بدل محمل مثلا نسخة ويندوز اربعة جيجا ولا خمسة جيجا فانا بعمل الطريقة دي علشان يقرأ الملف ده ان هو نسخة ويندوز تمام وانا مش هحتاجه اصلا في حاجة بعد ما اضغط اوكي زي ما حضراتكم شايفين كل اللي بيحصل هنا بضغط على كلمة ستارت زي ما حضراتكم شايفين كده واضغط اوكي بعدها وابدأ استنى لما يعمل فورمات للفلاشة بطريقة طبيعية جدا اول ما يبدأ يعد او ينقلي ملفات على الفلاشة بعمل كانسل بضغط على كانسل اول ما يبدأ يعد معايا ارقام بضغط كانسل كده يس زي ما حضراتكم شايفين كده قفلت ليه البرنامج خالص ومهمته انتهت معايا طيب تعالوا بقى نروح للفلاشة ونشوف الفلاشة عاملة ازاي دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين الفلاشة رجعت بطريقة طبيعية بدون اي مشاكل طيب ينفع نعمل لها فورمات بعد العملية دي تعالوا نجرب مع بعض هنعمل فورمات كده نضغط على دي ونعمل ستارت ووكي ونستنى سوان كده لما نشوف هيعمل فورمات ولا لا زي ما حضراتكم شايفين الفلاشة او كارت الممري حيرجع بصورة طبيعية وبدون اي مشاكل عايز تتأكد ان الفلاشة او الممري اشتغل تعالوا مسلا ننقل اي حاجة عليه بالشكل ده كده هنلاقي سرعته عالية جدا ما فيش اي مشاكل في كارت الممري او الفلاشة وطبعا بكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا ينتهى ويا رب يكون عجبكم استفدتم منه وبكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا ينتهى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته